اشتركوا في القناة فعلى سبيل المثال في كلام الله جل وعلا القرآن العزيز فقد ذكر أهل العلم أنه أولى ما يبدأ به ضبط القراءة ولذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب أبناءه على ترك إعراب القرآن ولا يضربهم على ترك حفظه إذن ضبط القرآن والنطق الصحيح أولى بالبداءة وأولى وأجدر بأن يبدأ به قبل البدء بحفظ القرآن لأن قد يحفظ القرآن وهو صعب عليه فيحفظ حفظا خاطئا ثم بعد ذلك لا يستطيع لسانه أن يقوم ما حفظه خاطئا أو أنه ينشغل في الحفظ ولا يكون عنده القدرة على الحفظ فلا يستطيع أن يحفظ إلا مع إقبال نفسه على العلم والقرآن فلا ربما حفظ شيئا يسيرا ولم يستطع أن يقوم لسانه بالباقي وإذلك قل أهل العلم إنك تبدأ بإعراب القرآن أي ضبط وإتقان القراءة ثم بعد ذلك تنشغل بالحفظ بعدها تنشغل بالحفظ بعدها ومن المراد بالإعراب؟ قالوا إن المراد بالإعراب أمران أمر واجب وأمر مندوب فأما الأمر الواجف فهو الذي يعبر عنه الفقهاء بأنه لحن جلي والواجب أمران الأمر الأول هو إخراج مخارج الحروف كما يخرجها العرب كما يخرجها العرب فتنطق العين عينا لا همزا ألفا بعض الناس ينطق العين آ وتنطق الغين غينا والجيم جيما وتنطق الثاء ثاء والزاي زايا والضاء ضاء والضاد ضادا وهكذا مع الاستطالة العرضية وهكذا في اللسان وغيره فتنطق الحروف نطقا صحيحا هذا الأمر الأول واجب الأمر الثاني نطق الحركات نطقا صحيحا سواء أن الحركات كانت حركات صرفية في داخل الكلمة أو كانت الحركات حركات إعرابية فيما أعرب من الكلم فالمنصوب ينصب والمخفوض يجر والمرفوع يرفع وهذا معنى قولنا إعراب القرآن أي نطقه نطقا صحيحا وليس المراد بقولنا إعراب القرآن معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفاعل من المفعول فإن هذا مصطلحا حادثا بعد المعنى الأول لإعراب الإعراب نول أن ينطق بلغة عربية هذا معنى الإعراب أنه ينطق بلغة عربية في الحروف وفي الحركات لأن الحركات هي في حقائقها حروف ولكنها أصغر حجما وإذلك كان أبو بكر من الصديق رضي الله عنه يقوم على المنبر ويقول أيها المسلمون أعربوا القرآن أعربوا القرآن أعربوا القرآن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أعربوا القرآن السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وكان يقرئه على أصحابه وكان أصحابه فصحاء أصحاب بيان وإنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأعاجم على المدينة فبدأت اللكنة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه وهكذا معروف قصة عمر لما قال إني كنت أمنع لولا أن أباك هو الذي أذين لهم القصة معروف لما قتر رضي الله عنه وأرضاه إذن من أول ما يعنى به في القرآن معرفة إعرابه الأمر الثاني ينقل بعد ذلك لحفظ هذا القرآن العظيم وأولى ما يحفظ هو ما هو شرط في الصلاة وهو الفاتحة وذلك يبدأ دائما بالفاتحة ثم أولى ما يحفظ بعد الفاتحة المفصل قصاره وأواسطه وطواله ولماذا ابتدأنا بالمفصل لأن المفصل هو الذي يقرأ في الصلاة هو الذي يقرأ ولذلك يقولون يعني جاء في الترمذي أن عمر بالخطاب رضي الله عنه كان يرسل للأمصار يأمر أمراء الأمصار كان الأمراء في ذلك الزمان هم الذين يصلون بالناس يأمرهم أن يقرأوا في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر وفي العصر وفي العشاء بأواسطه وفي المغرب بقصاره وإذلك يأكد أهل العلم على المفصل بالخصوص في حفظه لأنه هو الذي يقرأ في الصلاة إذن قدم المفصل لأنه هو الذي يقرأ فسواء كان هو الإمام فيكون حافظا لما يقرأ أو كان مأموما إذ ربما يخطئ الإمام فيجوز للمأموم أن يفتح عليه لأن الفتح الإمام جائز إلا في الفاتحة فإنه واجب نص عليه في المنتهى وغيره فالمقصود أن هنا للغرض من كثرة قراءتها قدم حفظ المفصل على غيره وأما من عني بالفقه فقد ذكر بعض الأصوليين رحمهم الله تعالى أن المرأة يلزمه أن يعنى بآيات الأحكام فيقولون يجب عليه أن يكون حافظا لآيات الأحكام واختلف كم عد آي الأحكام فقيل أربعمائة وقيل خمسمائة وقيل ستمائة وقيل غير ذلك وقال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في المسودة هذا غير صحيح بل إن المرأة لا يمكن أن يكون فقيها ولا مجتهدا إلا أن يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره وإلا فليس بفقه لا يمكن أن يكون فقيها كذلك وسمعنا في عصرنا أن كثيرا من الناس يتصدر فإذا قام في الصلاة ما أحسن القراءة فكيف يكون فقيها